اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة احنا كالطباء او اللي يشتغلون في الحقل الطبي احنا دائما ننظر الى النتائج اللي على ارض الواقع النتائج اللي تظهر في التجارب السريرية مهمة فقط علشان للتصديق لهذا اللقاح ولكن احنا دائما نقول اثناء التجارب السريرية هناك يعني محيط معين زمن معين اجراءات معينة صير تختلف تماما عن ارض الواقع ارض الواقع هناك فيروسات متحورة هناك قير متابعة للحالة هناك عدم التزام اختلاف الوقت فاذا احنا اثبتنا ارض الواقع ان النتائج هي افضل من حتى نتائج اثناء دراسة السريرية فهذا يؤكد على مدى فعالية هذه اللقاحات وبالارقام كذلك ويعد اعتماد منظمة الصحة العالمية لتطعيم سينونفارم والموافقة على الاستخدام الطارئ له مؤكدا لفعليته ومؤمونيته ولصحة القرار الذي اخذته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة اذ ان نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية اظهرت فعالية التطعيم بنسبة 86% ضد الاصابة بفيروس كورونا لذلك كانت البحرين قد اجزت الاستخدام الطارئ لتطعيم سينونفارم بناء على النتائج الاولية لسلامته ووفقا للتجارب السريرية في المملكة ادرجت منظمة الصحة العالمية هذا المساء لقاح كوبيد 19 الصيني على لائحة الاستخدام الطارئ وبهذا الادراج يصبح اللقاح الصيني سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للامان والفاعلية والجودة ان المستجدات على مستوى العالم في كيفية التعامل مع الفيروس اثبتت نجاح مملكة البحرين في مسارة تعاملها مع الفيروس اذ نوها المقدم طبيب من افل قحطاني استشاري الامراض المعدية بالمستشفى العسكري عطو الفريق الوطني للتصادي لفيروس كورونا كوبيد 19 نوها بان البحرين من اوائل الدول التي وفرت التطعيم مجانا للمواطنين والمقيمين في المملكة وبلغت نسبة الحاصلين على الجرعة الاولى على الاقل من مختلف التطعيمات الى حد الان 70% من مجموع المؤهلين للحصول على التطعيم يذكر ان الفريق الوطني الطبي قد اعلن الانتقال الى مرحلة جديدة وذلك بحسب البروتوكولات الطبية حيث سيتم تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا مواصلة للجهول المبذولة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة